ولهذا يقول الشيخ محدراً لا يقول للعالم أخطأت أو ليس الأمر كما تقول أو يقول مثلاً هذه زلة وقعت فيها الآن أو كلام من هذا القبيل هذا ما يصلح لماذا؟ لأن مثل ما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا يزعج القلب يشوش على القلب لأن خسونة اللفظ الخشنة تشوش على القلب وإذا تشوش القلب وانزعج أثر عليه ذلك في الأداء العلمي والعطاء العلمي الذي كان عليه ولهذا ينصح أهل العلم في كتب الآداب أن الخطأ ما يترك لكن ينظر الطالب ما هي الطريقة الأليق المناسبة والذي يساعده في هذا الباب مثل ما ذكرت لكم الحديث ما يحب لنفسه ينظر في الأسلوب الذي يحبه لنفسه الطريقة التي يحبها لنفسه لو كان هو الذي أخطأ يفعل ذلك مثل هذا أيضا حديث عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم قال ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله اليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذه قاعدة عظيمة في الباب يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ما الذي يحب أن يؤتى إليه في مثل هذا المقامل إن كان هو العالم وهو الذي أخطأ لا يحب أولا أن يترك الخطأ لا ينبع عليه لا يحب ذلك وأيضا لا يحب الخشونة في الألفان كل ألفاظ الغير مناسبة الغير لائقة بمقام العالم ما يحب ذلك فلا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأ من دون أن يتشوش قلبه من دون أن يتشوش قلبه يدرك الخطأ ومما أرشد إليها الأهل العلم في مثل هذا المقام أن أفضل طريقة أن يأتي بالتنبيه على طريقة استفهام أن يأتي بالتنبيه على طريقة استفهام يعني يأتي بالصواب لكن بصيغة كأنه يسأل كأنه يسأل كأنه يستفهم أو أي طريقة أخرى تكون مناسبة لهذا المقام المهم أن يأتي بالعبارة اللطيفة التي يدرك بها المعلم خطأ من دون أن يتشوش قلبه قال فإن هذا من الحقوق اللازمة هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب فإن الرد الذي يصاحبه سوء الأدب الذي يصاحبه سوء الأدب بسبب خشونة اللفظ يصاحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده يمنع من هذين الأمرين يمنع من تصور الصواب إذا جاءت العبارة الشديدة يعني يتشوش القلب فربما لو ذكر له جملة أو كلاما بسبب تشوش القلب لا يتصور الصواب وربما أيضا بسبب ذلك يضعف قصده إلا من لطف الله به وأعانه وسلمه من ذلك وإلا غالبا الإنسان ضعيف في مثل هذا مما حفظ في هذا الباب قصة سبقا ذكرتها في هذا المجلس عجيبة وتروى حقيقة في مكارم الآداب في هذا الباب تعد من رواع القصص في هذا الباب أوردها ابن العربي في كتابه التفسير حكام القرآن يقول أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطات مرة فجئت مجلس الشيخ أب الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس يعني حضر الدرس فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة يعني من طلابه صحبوه فجلسنا معه في الدهليز مجلس في بيته وعرفهم أمري فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه لأنه أول مرة يحضر عنده فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا هل لك من كلام؟ قلت نعم قال لي جلسائه أفرجوا له عن كلامه يعني أعطوه فرصة يتكلم فأنصرفوا فقاموا وبقيت وحدي معه وبقيت وحدي معه فقنت له حضرت المجلس اليوم وسمعت тебя cicat وسمعت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن وهذا لم يكن ولا صحا يكون لأن الظهار منكر من القول وزور بهذا وصفه الله جل وعلا في القرآن وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فضمني إلى نفسه وقبل رأسي فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك وقال أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا جزاك الله عني من معلم خيرا ثم انقلبت عنه يعني انصرفت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من الباب من باب الجامع ورآني داخل من الباب نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي افسحوا لمعلمي فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني وقال وتعريفني يا أبا بكر يقصد ابن العربي وتعريفني يا أبا بكر يشير إلى عظيم حياءه يقول تعريفني عندي حياء فإنه كان إذا سلم عليه أحد هذا الآن أبا بكر يصف حياء هذا الشخص فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حياءه وحمر حتى كان وجهه طلي بجل دار قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا وأقبل الشيخ على الخلق يخاطب الآن الناس لما أجلس قريبا منه أقبل الشيخ على الناس فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي انظر أثر الرفق في النفوس كيف يصنع واللطف كيف يصنع قال أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقها عني ولا رد علي ما يريد أن يبقى الخطأ بين الطلاب ولهذا مثل ما تقدم لابد من التنبيه قال فما منكم من أحد فقها عني ولا رد علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا شرح لهم طريقة وأسلوبه وأعاد ما جرى بيني وبينه ثم يقول أمام الطلاب وَأَنَا تَائِبْ عَنْ قَوْلِي بِالْأَمْسِ المعلم يقول وَأَنَا تَائِبْ عَنْ قَوْلِي بِالْأَمْسِ وَرَاجِعٌ عَنْهُ إلى الحق فَمَنْ سَمِعَهُ مِنْ مَنْ حَضَرْ فَلَا يُعَوِّلْ عَلَيْهُ وَمَنْ غَابْ فَلْيُبَلِغْهُ مَنْ حَضَرْ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَعَلَ يَحْفُلْ يعني يُبَالِغْ في الدعاء والخلق يؤمنون والخلق يؤمنون يقول ابن أبو بكر ابن العربي يعلق فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين ما رآه إلا هذه المرة ويصف بأنه ماذا يقول هذا معلم لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به ترشد فاقتدوا به ترشد الاقتداء هنا من جهتين من جهة الطريقة من جهة الطريقة التي يعالج فيها الخطأ ومن جهة أيضا رجوع العالم وصدعه واعترافه مثل هذا الآن بقوة يقول أنا تائب أنا راجع وما يقول عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه نعم ترجمة نانسي قنقر